السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في نهاية حلقاتنا وآخر حلقات المراجعة إن شاء الله بإذن الله احنا الامتحانات خلاصة على الأبواب هنبقى معنا مراجعة النهاردة ومراجعة ليلة الامتحان بإذن الله إن شاء الله طيب نسبة لمادتنا احنا قلنا قررنا كذا مرة إن مادة قانون العمل والتأمينات الامتحان بيجي فيها مختلف إلى حد ما متقسم لتلاتة بيبدأ بقانون العمل وتاني حاجة قانون الخدمة المدنية وتالت حاجة قانون سنة 1975 قانون التأمينات يعني معنى كده إن الامتحان بيجي لك متقسم لتلاتة أجزاء طيب هل الوقت عدى اللي انت ما تذكرش؟ لا طبعا الوقت اللي لسه موجود قدامك تلحق إن انت تلم المنهج بتاعك واحنا نحاول بقدر الإمكان نجمع أكبر أسئلة وكل اللي مطلوب منك إن انت تتحضر الورق بتاعك والألم عشان إن شاء الله تكتب معنا الأسئلة المهمة النهاردة طيب حلقة النهاردة عبارة عن إيه؟ حلقة النهاردة عبارة عن نموذج لامتحان آخر السنة تاني نموذج لامتحان آخر السنة شكل النموذج عامل إزاي؟ شكل الامتحان عامل إزاي؟ شكل الأسئلة عامل إزاي؟ طيب بس النموذج هيبقى مركز بنسبة بيها عن الجزء النظري في المادة هنبدأ كده ونتوكل على الله وخلي بالك حضر الورقة وحضر الألم عشان تكتب الأسئلة الأسئلة واحنا بنجاوبها مش هنجاوبها وبس ده احنا هنجاوبها كمان وهتبقى بالشرح طيب تعال نبصت كده مع بعض شكل الامتحان بيبقى عامل إزاي؟ نبدأ كده نشوف الشكل بتاعنا عامل إزاي؟ النموذج الأول قانون العمل والتأمينات هيجيب لك كده في الامتحان يقول لك أولاً قانون رقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل طيب نبدأ بالصح والغلط ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ وقعد تصويبها بمعنى لو في عبارة خطأ هنعيد تصحيحها ونقول الصح بتاعها إيه؟ نبدأ بأول واحدة من الأخطاء الجسيمة التي إذا ارتكبها العامل يتم فصله إذا ارتكب خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل تاني من الأخطاء الجسيمة الذي إذا ارتكبها العامل يتم فصله إذا ارتكب خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بس قبل ما احنا هنجاوب هنعرف بس كده نراجع مع بعض أسباب فصل العامل من الخدمة إيه اللي يخلي صاحب العمل أو اللجنة المختصة بتفصل العمل في الخدمة أكيد فيه أسباب لو العامل ارتكب أخطاء الأخطاء دي نتج عنها خصارة جسيمة لصاحب العمل بيتم فصله من الخدمة هل ده السبب الوحيد اللي يتفصل العامل منه بالخدمة لا عندنا عدة أسباب من ضمن الأسباب دي أول حاجة إذا تعدى العامل على صاحب العمل سواء لبزيا أو بدنيا أثناء العمل إذا كان العامل في حالة سكر بين شاب بنوع من أنواع المخدرات والمخدرات دي مؤثر عليه في العمل كمان إذا تغيب العامل عشر أيام متتالية أو عشرين يوم منفصلة بشرط في الحالتين بقى أن يصبق فصله انذار من ضمن الحالات برضو اللي العامل يتفصل بسببها إذا أهمل العامل إذا أهمل العامل وتسبب إهماله في خسارة جسيمة كلمة جسيمة يعني إيه؟ كلمة جسيمة يعني كبيرة يعني خسارة جسيمة لصاحب العمل يفصل من الخدمة كمان من ضمن أسباب الفصل من الخدمة إذا أفشى العامل سر من أصرار العمل إذا نافس صاحب العمل في مهنته كل دي من الأسباب إذن لو العامل أخطأ والقطأ ده تسبب في خسارة لصاحب المنشاة بيتم فصله من الخدمة هو السؤال بقى كان بيقول لي من أسباب فصل العامل من الخدمة إذا أخطأ وتسبب خطأه في خسارة جسيمة يبقى العبارة هنا إيه؟ رفع عليكم يبقى العبارة هنا صحيحة تعالي نشوف مع بعض العبارة التانية لا يجوز احتساب الأجازة العرضة من الأجازة السنوية المقربة للعامل تبقى للقانون 12 لسنة 2003 تاني هابا السؤال تاني ورق أو ألم وسجل كل كلمة بنقولها سجلها لامتحان خلاص ما عدش فيه وقت عليه لا يجوز احتساب الأجازة العرضة من الأجازة السنوية المقربة للعامل تبقى للقانون 12 لسنة 2003 قبل ما نقول الإجابة قبل ما نقول الإجابة هنشرح الأول الأجازة العرضة هفكرت بيها كده العامل ليه الحق فيه أجازة عرضة مدتها أدي إيه؟ رفع عليكم مدتها ست أيام يبقى خلي بالك العامل كلامي واضح العامل الخاضع لقانون رقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل مدة الأجازة العرضة وكلمة أجازة عرضة يعني إيه؟ لشان لو جات لنا توضيح في الامتحان الأجازة العرضة هي الأجازة التي تعطى لظروف طارقة طيب مدتها أدي إيه؟ مدتها ست أيام يبقى العامل ليه الحق في أجازة عرضة طول السنة مدتها ست أيام بحد أقصى بحد أقصى يومين في المرة الوحدة يعني ما أجطلب الأجازة العرضة دي ما أقدرش أطلب أكتر من يومين في المرة الوحدة طيب تعال بقى في النقطة الفنية بتاعتها الأجازة العرضة تحسب أو تخصم من الأجازة السنوية طب يعني إيه مستر؟ هقولك يعني دلوقتي أنا أجازة السنوية فرضاً 30 يوم عديت المدة اللي تديني الحق إن أنا أخد أجازة 30 يوم وخدت الست أيام عرضة الست أيام عرضة اللي أنا خدتهم دول هيتم خصمهم من التلاتين يوم تبقى أجازة السنوية 24 معنى كده إيه؟ إن الأجازة العرضة تخصم أو تحسب من الأجازة السنوية ولكن خلي بالك لا تخصم من الأجر يبقى تاني الأجازة العرضة تخصم من الأجازة السنوية ولا تخصم من الأجر السؤال بقى كان بيقول لي إيه؟ لا يجوز يعني ما ينفعش إن أنا أحسب الأجازة العرضة من الأجازة السنوية طبعاً هنا الإجابة خطأ وعيد تصويب الجملة وأقول له تخصم أو يجوز خصم الأجازة العرضة من الأجازة السنوية ولا يجوز خصمها من الأجر تاني هقول تاني عشان تفهم وعشان تفهمي الاجازة العرضة مدتها دي ست ايام تتخذ كم مرة قلنا بحد اقصى يومين في المرة الواحدة طيب الاجازة دي ما لا تخسم من الاجازة السنوية ولا تخسم من الاجر هو عيضحك عليك في الامتحان ويقول لك الاجازة العرضة تخصم من الاجر ولا تخصم من الاجازة السنوية أقول له خطأ هي تخصم من الأجازة السنوية لكن لا تخصم من الأجازة كده اكتب الكلام ده اكتبه عشان تذاكر وتلحق تذاكر تعال نشوف السؤال اللي بعد كده لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص تاني لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص زي ما احنا متعودين مش هناخد الجملة كده ونجاوب على طول لا هنعمل شرح للجملة عشان تفتكر الكلام ده تشغيل الأجانب في مصر القانون حط ثلاث شروط عشان الأجنبي يشتغل جوه مصر هرجعها لك كده بسرعة أول شرط أن يكون معاه تصريح أو ترخيص عمل يعني جاي من بره على شغل هنا مش جاي دهو على شغل يبقى أول حاجة ترخيص أو تصريح عمل الشرط التاني محل إقامة يعني محل إقامة عنوان ثابت للأجنبي ده الشرط التالت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تاني حصول الأجنبي عشان يشتغل جوه مصر تصريح عمل أو ترخيص عمل محل إقامة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حد برضو من الطلبة هيقول لي مبدأ المعاملة بالمثل يا مستر يعني يعمل المصرين زي الأجانب يعمل العمال الأجانب زي المصرين هقول له لا كده غلط عمال ايه مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ المعاملة بالمصر معناه الدول اللي هتشغل المصريين احنا طبقا لمبدأ المعاملة بالمصر هنشغل الناس من عندها والدولة اللي هتوفر التشغيل المصريين احنا برضو طبقا لمبدأ المعاملة بالمصر مش هنشغل الناس من عندها لكن خلي بالك اذا دعت الضروع او الاحتياجنا يعني انا هنا في مصر مثلا هندي مثال ايطاليا قالت انا مش هشغل المصريين خلاص لما يجي لواحد ايطالي مش هشغله ده تبقى لمبدأ المعاملة بالمثل لكن لو انا بقى كمصر هنا محتاج العمالة دي تشتغل عندي ممكن هنا اتغاضى عن مبدأ المعاملة بالمثل عشان كده لو جالك سؤال وقال لك احيانا احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل اقول له اه صح احيانا لا يطبق يبقى نقول تاني عشان الاجنبي يشتغل جوه مصر 3 شروط ايه هما 3 شروط دول تاني تصويح عمل او ترخيص عمل محل اقامة مبدأ المعاملة بالمثل وفكرت برضو في 3 مهن خلي بالك منهم 3 مهن يحظر على الاجانب العمل فيهم داخل مصر 3 مهن الاجنبي ما اشتغلش فيهم هما ايه نفتكر كده مع بعض اول مهنة الارشاد السياحي الارشاد السياحي تاني مهنة الرقص الشرقي الرقص الايه الشرقي تالت مهنة مهنة التخليص الجمروجي التخليص الجمروجي لكن خلي بالك يستسنى من المهنة التالتة اللي هي ايه التخليص الجمروجي يستسنى ايه يستسنى الفلسطينيين منها طيب نرجع بقى للسؤال التاني كان بيقول ايه بيقول لي هنا لا يجوز للاجانب ان يزاولوا عملا الا بعد الحصول على ترخيص طبعا الاجابة هنا صحيح ما ينفعش اشتغلهم الا لما يحصلوا على الترخيص السؤال رقم 4 العمال المعينون باجر شهري تقدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوع طبعا مبدئيا كده حتى لو انت مش مذاكر اوي الاجابة غلط ليه دول معينين باجر شهري المفروض يقبضوا باجر ايه في الشهر لكن هو في حد متعين باجر غير شهري طبعا هنا احنا بنتكلم على العمل الخاص يعني العمل الخاص نتكلم على عمال شغالين في مصانع فالاجر هنا متعدد يعني متعدد ممكن يكون الاجر شهري يعني بالشهر ممكن يكون الاجر بالانتاج او اجر يومي او اجر اسبوعي او اجر حتى بالساعة هو السؤال هنا بقى بيقول العمال المعينون باجر شهري طبعا اللي متعين باجر شهري هيبرد امتى؟ كل شهر لكن بقى مين اللي هياخد مرة على الاقل كل اسبوع المعينون باجر يومي القانون بيقول المعينون باجر يومي يحصلون على اجرهم مرة على الاقل كل اسبوع بمعنى انا ما بشتغل باجر يومي مش شرط يعني ان انا اخد كل يوم لكن في نهاية الاسبوع او حسب الاتفاق الموجود في العقل في اخر الاسبوع باخد كل اللي انا اشتغلت به المعينون المعينون باجر يومي هم اللي بيحصلوا على اجرهم كل اسبوع طبعا هنا الاجابة عندنا هتبقى خطأ المعينون بأجر الشهري تؤدي أجرهم كل شهر أما المعينون بأجر يومي تؤدي أجرهم كل أسبوع على الأقل وفي نقطة كمان مهمة جدا لا يجوز لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي تاني لا يجوز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي ما ينفعش صاحب العمل إن العامل كان شغال في العقد بتاعه الأجر بالشراء يحاوله اليومي إلا في حالة واحدة بس إيه هي الحالة دي إذا طلب العامل ذلك لو أنا عامل وشغال في مكان وطلبت ماشي إنما صاحب العمل لا تعال نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل 25% وفاء لما يكون قد اقترضه من مال أثناء سريان العقد تاني السؤال ده مهم جدا وبيتقرر كتير جدا في الامتحانات يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل 25% وفاء لما يكون قد اقترضه من مال أثناء سريان العقد طيب قبل ما نجاوب على السؤال أنا متأكد إن في بعض الطلبة مش أخد بالها من معنى الكلام إيه بيقول يجوز أن يقتطع طب يقتطع دي يعني إيه يقتطع يعني يقصم يقتطع يعني إيه يخصم كلمة وفاء يعني مقابل القرد اللي أنا أخدته طيب هو إيه الموضوع أصلا الموضوع بيقول لي إن ممكن صاحب العمل يخصم أو يقتطع من أجر العامل 25% من أجره مقابل أو وفاء للقرد اللي اقترضه أثناء سريان العقد طيب تعالوا نعرف قصة القرد دي إيه من الأول خالص القانون قال ممكن ممكن العامل يقترض من صاحب العمل بس لازم يكون القرد قرد حسن قرد حسن يعني إيه قلناها قبل كده أي بدون فوائد يعني لو صاحب العمل هيسلفني فلوس يبقى القرد ده مثلا هاخد ألف هردهم ألف زي ما هم بدون أي فوائد طيب هيتخصموا إزاي هيتخصموا بنسبة القانون هو اللي حددها ولا العامل ولا صاحب العمل القانون حدد النسبة كام رفع عليكم 10% بس منين من أجر العامل يبقى القانون قال لا يجوز خصم أكتر من 10% من أجر العامل لقاء أو مقابل القرد يبقى صاحب العمل ما يقدرش يخصم أكتر من نسبة 10% من أجر العامل مقابل القرد طيب تعالى نبص مع بعض على السؤال اللي بعد كده عرف كل من ما يأتي عرف كل من ما يأتي بعض التعريفات جايبها ليه ما المقصود بالمعوق ما المقصود بالعمل العام ما المقصود بالتبعية الاقتصادية ما المقصود بالأجر ما المقصود بالعمل التابع طيب تعالى مع بعض كده نشوف التعريفات دي طبعا التعريفات دي احنا في الحلقات اللي فاتت وانها بالتفصيل لكن مفيش مشكلة لما نرجعها مرة واثنين وثلاثة مين هو المعوق طبعا احنا هنا نقصد المعوق الموهل معوق الموهل القانون اهتم بزور اعاقة وادالهم حقوق والوقت هنقولها برضو نرجعها كده ده بس المعوق لان من الدروس المهمة مفيش امتحان قانون عمل الا لما يجيب لي فيه نقطة او سؤال عن المعوق مين هو المعوق معوق كل شخص اصبح غير قادر على العمل او ممارسة عمل او مزولة عمل اخر او الاعتماد على نفسه بسبب عجز منذ الولادة او عيب خلقه منذ الولادة يبقى الاعاقة دي موجودة معاه منذ الولادة طيب هل المعوق لحقوق اه بس بنسميها حقوق المعوق المؤهل طب يعني ايه مستر المعهل المعهل ده اللي هو يقدر يشتغل والاعاقة بتاعته متمنعوش من الشغل طب ايه هي الحقوق بتاعته هو المعوق انه هو يقيد في مكتب العمل التابع ليه يقيد في مكتب العمل التابع ليه يحصل على شهادة من وزارة التأمينات او الشغل الاجتماعية الشهادة دي بتاعت ايه الشهادة دي بتقول الاعاقة بتاعته ايه والعمل المناسب للاعاقة كمان عندنا النقطتين والنقطتين دول كمان بيتقربوا كتير جدا في الامتحانات وهقولك ازا بيجو في الامتحان يعفى المعوق من الكشف الطبي يعفى المعوق من الاختبارات تاني يعفى المعوق من الكشف الطبي ويعفى المعوق من الاختبارات بمعنى ايه معوق لما ييجي يشتغل ويتم تعيينه يعفى من الحاكتين دول بتيجي بقى في الامتحان ازاي يجي يقول لي كده رفض صاحب عمل اشكوا برأي القانوني رفض صاحب عمل تعيين معوق الا بعد اكتياز الاختبار تاني رفض صاحب عمل تعيين معوق الا بعد اكتياز الاختبار طبعا هنا بقول له الموقف غير قانوني او لا يجوز المعوق يعفى من الاختبار وكمان بيعفى من الكشف الطبي طبعا ولا يجوز حرمان المعوق من اي ميزة يحصل عليها الاسوياء الاسوياء اللي هم نقصد بيهم اللي هم غير المعاقين يبقى المعوق لا يحرم من اي ميزة بيحصل عليها الاسوياء طيب مين الجهات اللي ملتزمة بتشغيل المعوق عندنا تلات جهات ملتزمة الجهاز الاداري للدولة الحكومة يعني قطاع العام وقطاع الاعمال قطاع العام وقطاع الاعمال رقم تلاتة اصحاب الاعمال نقف هنا بقى لان دي الفكرة دي كلها هي اللي بنطلع منها وبتيجي على طول في الامتحان أصحاب الأعمال القانون قال إيه ألزم قانون العمل ألزم إيه قانون العمل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم ويعمل إيه لديهم خمسين عامل في أقصر ما لهم بقى بتشغيل نسبة خمسة في المية من عدد العمال معقيم تاني ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم خمسين عامل في أقصر بإيه بتشغيل نسبة خمسة في المية من عدد العمال يعني مصنع بتاعك أو المنشأة بتاعتك فيه 100 اضرب 100 في 5 على 100 العدد اللي يطلع ده انت ملتزم به فيه 200 اضرب 200 في 5 على 100 ده العدد اللي يطلع ده اللي انت ملتزم بتشغيله ده كل ما يخص المعوق طيب تعال نشوف كمان العمل العام إيه المقصود بالعمل العام طبعا نحن عارفين كلنا إن لو جاءنا سؤال أكمل افتكر كده ينقسم العمل الإنساني العمل بصفة عام ما بقى إلى نوعين عمل عام وعمل خاص تاني ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين عمل عام وعمل خاص إيه المقصود بالعمل العام وإيه المقصود بالعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم تحت سلطة أو تحت شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة تاني العمل العام هو العمل الذي يتم تحت إدارة أو شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص تاني العمل العام العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وإحنا وضحنا قبل كده قانون العمل يطبق على مين برفع عليكم على القطاع أو العمل الخاص أي نوع من أنواع العمل الخاص أفكرك إحنا بنراجع وركز في كل كلمة بنقولها ركز في كل كلمة بنقولها العمل الخاص ينقسم إلى ثلاث أنواع تاني العمل الخاص ينقسم إلى ثلاث أنواع عمل مسترق عمل مستقل عمل تابع تاني عمل مسترق عمل مستقل عمل تابع يعني عمل مسترق العمل المسترق هو العمل الذي يخضع لسلطة عمالية جماعية تاني العمل المسترق هو العمل بيخضع لسلطة عمالية جماعية عايز يوصلك ليه ان سلطة وجماعية يعني معناها ما فيش حد شغال عند حد اما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل للشخص فيه لحساب نفسه مثل المحامي الدكتور الحرفي ركز على اللي انا بقوله دوت ليه لانه ممكن يجيلك سؤال مثلا يقولك مصطلح او عرف تاني العمل المستقل هو العمل الذي يستقل فيه الشخص الحساب نفسه مثل حرفي دكتور محامي يعني ممكن يجي الناس يقولك ايه اختار من بين الاقواص دكتور محامي حرفي وبين كوسين ده عمل مشترك عمل مستقل عمل تابع لا طالما دكتور ومحامي وحرفي يبقى دول اعمال مستقلة اما العمل التابع وده اللي يهمنا بقى هو العمل الذي يتم تحت ضارة واشرار وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل مقصود بها صاحب العمل يعني طيب ده معنى ايه معنى ان قانون العمل معمول او هيطبق على العمل التابع فقط اه برضو من التبعية الاقتصادية طيب التبعية الاقتصادية يعني ايه قلنا في حقد العمل العامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعية تاني العمل العامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعية ايه هما النوعين دول واحد التبعية القانونية اتنين التبعية الاقتصادية طيب تبعية قانونية يعني ايه العامل يعمل تحت ضارط واشواف وتوجيه صاحب العمل واذا خالف القوانين يوقع عليه الجزاء القانوني يعني انا شغال عنده فلان وفلان ده بيقول لي اعمل واحد اتنين ثلاثة لو انا خلفت الكلام ده كله من حق صاحب العمل ده يوقع علي جزاء قانوني ليه لاننا نتابع ليه قانونيا انا بلتزم بقانون المكان اللي انا شغال فيه طيب اما التابعية الاقتصادية معناها ايه معناها كده استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجر تاني التبعية الاقتصادية استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجر يبقى العامل تابع لصاحب العمل كم نوع رفع عليكم نوعين تبعية اقتصادية وتبعية قانونية الاجر تعريف الاجر الاجر من الاشياء المهمة جدا 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 اللي بيعتمد عليها العامل في ما احنا بنقول تبعية اقتصادية يعني ايه انا بشتغل بدي مجهودي كله لصاحب العمل مقابل ايه الاجر ايه الاجر ده الأجر ده ليه كذا أكتر من تعريف كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله أو كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله سواء كان نقدي أو عيني ثابت أو متغير تاني الأجر كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله أو لقاء عمله أو فيه تعريف تاني للأجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي أو عيني ثابت أو متغير تاني تاني واحفظ معايا عشان امور تبقى سهلة كده الاجر كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله اذا تعريف او كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله تعريف التاني زي الكتاب ما بيقول كده تعريفين الاجر كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقضي او عيني سابط او متغير عندنا بقى سؤال مهم جدا ما هي الاشياء التي اعتبرها القانون الاجر ايه الاشياء اللي القانون حطاها من ضمن الاجر عندنا إيه المكافأة السنوية الأرباح المنح العلاوة النسبة المقاوية البدل والوهبة خلي بالك من الاتنين دول قوي البدل والوهبة طبعا في ناس لسه ما عرفتش يعني إيه البدل والوهبة هنعرفك يعني إيه البدل والوهبة خلينا في البدل البدل مهم جدا وبيجي في الامتحانات على طول البدل هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل طبيعة العمل أو مخاطر العمل تاني البدل كل ما يحصل عليه العامل مقابل طبيعة العمل أو مخاطر العمل برضو يعني أنا شغال في مكان وطبيعة شغلي إن أنا بسافر على طول طب ما أنا بسافر على طول ده باتكلف يبقى لما جأبض باخد حاجة اسمها بدل صفر بدل إيه صفر أو الشغل اللي أنا بشتغله خطر فباخد حاجة اسمها بدل مخاطر عمل إيه البدل كل ما يحصل عليه العامل مقابل طبيعة العمل أو مخاطر العمل أما الوهبة والوهبة دي بتيجي على طول في الامتحان بس مش بيتيجي تعريف أنا هقولك يعني إيه الوهبة وهقولك بيتيجي إزاي في الامتحان الوهبة ما أجبت عليه العادة يعني إيه ما أجبت عليه العادة الوهبة دي الحاجة اللي إحنا تعودنا عليها وبندفعها وصاحب العمل يحسبها من ضمن أجر العامل تاني الوهبة دي الفلوس اللي إحنا بندفعها مين اللي بيدفعها أنا وإنت بندفعها لكن صاحب العمل بيحسبها من ضمن أجر العامل إذن الوهبة تحسب من أجر العمل طب برضو يعني إيه يعني أنا لو رايح أشتغل في مطعم فبصة لقي صاحب العمل يقول لي إيه أقول له أنت هتديني كام يقول لي في العقد هتاخد ألفين في العقد كام ألفين لكن ممكن يخش لك تلاتة طب تلاتة ليه يقول لي ما هو فيه تبس التبس ده بقى أو البقشيش هو ده الوهبة الوهبة دي صاحب العمل حاسبها من ضمن الإيه من ضمن الأجر لو جلنا سؤال والسؤال ده بيتقرر كتير وخلي بالك منه احنا حطينه برضو في المراجعة بس هنقوله اعتبر صاحب منشأة سياحية اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يحصل عليها العامل من ضمن أجره تاني اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يحصل عليها العامل من ضمن أجره أقول له آه صح قانوني يجوز ليه؟ لأن الوهبة من ضمن الأشياء التي اعتبرها القانون من ضمن الأجر طيب العمل التابع تعريفه ايه العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت اضارة واشراف وتوجيء من يتم الاحساب والعمل اللي هو صاحب العمل مقابل اجل بس خلي بالك عندنا ثلاث تعريفات شبه بعض اللي هما ايه عقد العمل الفردي عقد العمل الايه الفردي والعمل التابع والتبعية طيب يعني ايه الفرق بينهم لو احنا قلنا اه عقد العمل عقد العمل هو العقد يبقى ببدأ التعريف بهو الايه العقد هو العقد الذي يتعهد فيه بمقتضاه العامل ان يعمل تحت اضارة واشراف وتوجيء صاحب العمل مقابل اجل تاني تعريف عاد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل ان يعمل تحت اضارة واشراف وتوجيء صاحب العمل مقابل ايه مقابل اجل طيب من هو العامل العامل بقى مين هو الشخص هو ايه الشخص الذي يعمل تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل اجر اما العمل التابع هو العمل اقصد ايه بقى اقصد لما جاء عرف او يجيب لي المصطلح العقد العمل يبقى يبدأ هو العقد العمل التابع هو العمل العامل هو الشخص يبقى دول التعريفات بتاعتنا طيب تعالوا مع بعض كده نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه اسكر الرأي القانوني اسكر طبعا وده سؤال ثابت في الامتحان اسكر الرأي القانوني سؤال وعليه عشر درجات في الامتحان او اكتر يعني حسب ما حطين عليه الدرجات بس سؤال مهم جدا نظم مجموعة من العاملين بوحدة اطفاء اضرابا عن العمل متبعين الاجراءات المنظمة للاضراب طيب الاول نقول للطلبة اللي متابعيننا بجاوب ازاي على الرأي القانوني الاجابة على الرأي القانوني كالقاتل لازم اكتب يا قانوني او غير قانوني او يجوز او لا يجوز الاتنين صح لكن لازم في الحالتين سواء كتبت قانوني او غير قانوني اقول السبب يعني الموقف ده قانوني طب قانوني ليه؟ طب انت كاتب غير قانوني طب غير قانوني ليه؟ يعني في الحالتين عشان عشان ان شاء الله بإذن الله ناخد درجتنا كاملة وامتحان قانون العمل امتحان جميل جدا ممكن عادي جدا يتقفل بكل سهولة نركز الامتحانات دي مادة عليها خمسين درجة زيها زي المواد التانية كلها طيب نقول اول موقف بيقول لي نظم مجموعة من العاملين في وحدة اطفاء اضراب عمل اضراب هو الاول في ناس هتقول لي يعني اضراب اصلا هفكرت بالاضراب الاضراب معناه امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين بي لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين بي لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل يعني العمال بيمتنعوا كده جماعي جماعي خلي بالك مش لوحده جماعي هيمتنعوا على العمل لمطالب مهنية يعني مطالب تخص المهنة بتاعتنا او الشغل بتاعنا بدون رضاء صاحب العمل لكن في حاجة مهمة جدا في بعض المنشآت القانون قال عليها يحذر الاضراب في هذه المنشآت يعني ممنوع منعا ان انت تعمل اضراب في المنشآت ليه اصلا لو عملت اضراب في المنشآت دي هيأثر علينا احنا ده السؤال بيقول لنا ايه قام مجموعة من العاملين بوحدة مطافي بعمل اضراب بص في عندنا حاجة اسمها المنشآت المحظور فيها الاضراب زي مين شوف معايا لانه ممكن سؤال يجيلك مقالي اسكر خمسة ستة من المنشآت المحظور فيها الاضراب هو سؤال مهم جدا اه وسهل بس نتوقعه زي ايه بقى المطافي الاسعاف المستشفيات مخابز مواصلات كهرباء منشآت الامن القومي المواني المطارات المنائب كل دي منشآت يحذر فيها الاضراب طب ليه ما انت رميستر بتقول الاضراب من حق العامل اه من حق العامل لكن هناك منشآت حيوية حيوية يعني هتأثر على حياتي انا يعني انت في المطافي هتعمل اضراب يعني يعقل كده المطافي تعمل اضراب ونتصل بيها تعالي في حريقة لا النهاردة مش جاي عشان في اضراب طبعا ما ينفعش يبقى هنا بجاوب كالقاتي بقول له ايه بقى اي منشآت من اللي انا قلتها دلوقتي هقولها تاني المنشآت المحظوة فيها الاضراب مستشفيات مطافي اسعاف مواصلات مخابز منشآت الامن القومي المطارات المواني المنائب كل دي منشآت يحظر فيها الاضراب اي منشآة من دول تجيلك الاجابة تبقى كده هيبقى الاجابة غير قانوني يعني الناس دي غير قانوني ان هم يعملوا اضراب طب ليه لانها من المنشآت المحظور فيها الاضراب تاني لانها من المنشآت المحظور فيها الاضراب اي منشآة تجيلك من اللي انا قلتها يعني مثلا المؤسسات التعليمية يقول لك نظم مجموعة من العاملين بأحدى المؤسسات التعليمية الخاصة إضرابا متبعين جميع الوسائل السلمية للإضراب كل ده ما يهمنيش حتى لو عملوا إيه مدارس مؤسسات تعليمية ممنوع فيها الإضراب يبقى أقول له لا يجوز لأنها من المنشآت المحظور فيها الإيه الإضراب طيب نبص على الموقف الثاني اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من الإغلاق المنشآت دون رجوع للجهات المختصة طيب الموقف يعني في حاجة عندنا اسمها الإغلاق أنا بقولي السؤال وما بجاوبش الإجابة على طول برجعلك عشان تفتكر وده لام من المنهج كله في حاجة عندنا اسمها الإغلاق يعني إغلاق في جملة كده خلي بالك منها من الجملة دي ويا بيت تكتبها برايا هعيدها مرتين عشان تكتبها اكتب الجملة دي كده استحدث قانون العمل استحدث قانون العمل حق الإضراب وحق الإغلاق وحق الإضراب والإغلاق دول بيجوا أكمل في الامتحان نقول تاني الجملة وكتبها استحدث قانون العمل حق نقط وحق نقط حق الإضراب وحق الإغلاق طيب الإضراب اتكلمنا عليه خلاص الإغلاق يعني إيه القانون قال ينفع أو يجوز لصاحب العمل إذا كان يامور بظروف اقتصادية صعبة إن هو من حقه القانون ادي له الحق في إغلاق المنشأة سواء كان الإغلاق المنشأة ده إغلاق جزئي أو إخلاق كلي إن هو ممكن يغلق المنشأة بتاعته بس ممكن يغلقها غلق جزئي أو غلق كلي لكن القانون قال له خلي بالك وإنت ما تنفعش تستغنى عن أي عامل دون رجوع للجهة المختصة أو للجنة المختصة إيه اللجنة دي؟ اللجنة دي اللي الدولة عاملها عشان تنظر في قرارات الإغلاق بتاعت المنشأة يعني أنا مثلا صاحب منشأة ومقدم قرار بالإغلاق في لجنة بتدرسه في إجراءات للإغلاق بمعنى إيه لازم أنا مقدم الإغلاق الطلب اللي أنا مقدمه ده لازم يشمل حاجتين يشمل أسباب الإغلاق أنا بغلق ليه؟ ومش كده وبس كمان وعدد العمال المراد لإستغناء عنهم يعني أنا همشي كم عامل لو عملت الإغلاق ده برضو اللجنة لازم تاخد الطلب ده وترد علي في خلال تلاتين يوم على الأقصر تاني اللجنة لازم ترد عليها في خلال قد دي تلاتين يوم على الأقصر في خلال بقى المدة دي يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن أي عامل دون رجوع للجهة المختصة هو من حقه أنه هو يستغنى طالما بحالة إغلاق لكن قبل ما يستغنى عن أي عامل لازم يرجع للجهة المختصة طيب لو أنا استغنيت عن العمال دول دون رجوع للجهة المختصة بقى هنا غير قانوني يجب يجب إبلاغ الجهات المختصة يجب عدم الاستغناء عن أي عامل دون رجوع للجهات المختصة لا يجوز الاستغناء عن أي عامل دون رجوع للجهات المختصة بقى الموقف هنا غير قانوني يجب الرجوع للجهات المختصة نشوف الموقف اللي بعد كده اعدم صاحب عمل ملفات العاملين بعد انتهاء العلاقة بشاه تاني اعدم صاحب عمل ملفات العاملين بعد انتهاء العلاقة بشاه يعني ايه مستر اعدم اعدم هنا يعني تخلص من ملفات من ملفات العمال بس هنا مش المشكلة في الاعدام المشكلة في ايه انه تخلص فيهم بعد شهر طب تعال بقى نشوف الموقف اصلا ايه في حاجة عندنا اسمها التزامات صاحب العمل التزامات صاحب العمل اول التزام لصاحب العمل انشاء ملف الكل عامل مش كده وبس كمان والاحتفاظ بيه خد بالك بقى الاحتفاظ بيه لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد تاني اول التزام على صاحب العمل انشاء ملف الكل عامل والاحتفاظ بيه المدة قد ايه لمدة سنة سنة من امتى من انتهاء تاريخ عقد العمل يعني انا انتهت علاقت بصاحب العمل الملف بتاعي يعدمه القانون قال لا لازم صاحب العمل يحتفظ به لمدة سنة بعد انا مامشي طب ليه احتاجه تاني المهم من القانون الزمه ان انا احتفظ به لمدة سنة صاحب العمل في الموقف ده اعدم الملفات بعد شعه يبقى هنا هقوله ايه وخلي بالك من السؤال ده مهم هقوله هنا غير قانوني او لا يجوز يجب الاحتفاظ بالملفات لمدة قد ايه سنة من انتهاء تاريخ العقد طيب برضو حد هيسأل سؤاله ويقول لي افذ يا مستر قال كده اسكر رأي القانوني احنا قلنا الرأي القانوني بيجوز وايه ولا يجوز اسكر رأي القانوني قام صاحب عمل بالاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد طب هقوله هنا طب الموقف صح اه والموقف صح هقوله ايه بقى هقوله قانوني وقم اكد الجملة يجب او الزم القانون لاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد يبقى الموقف اللي قدامنا هنا غير قانوني يجب لاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد نشوف كده الموقف اللي بعده عامل اجر الشهري 300 جنيه اتلف خامات قيمتها قيمة الخامات دي 100 جنيه قصمها صاحب العمل من اجره تاني عامل اجره الشهري 300 جنيه اتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العامل من اجره طيب موقف زي ده بقوله عليه ايه هقولك القعدة وهنطبقها كده مع بعض القعدة بتقول لا يجوز خصم اكثر من اجره خمس ايام من اجر العامل تاني لا يجوز لا يجوز خصم اكثر من اجره خمس ايام من اجر العامل يعني ايه العامل ده لو عليه عقوبات حتى لو عليه عشرين تلاتين يوم خاص اما جنفذ الخاص او الخاصم ده بقى ناتج عن ايه ناتج عن اهمال ناتج عن حاجة عملها غلط ناتج عن جزاء قانوني المهم لما جنفذ الخاص ما اقدرش اقسم له اكتر من اجره كام خمس ايام بشرة طيب الموقف اللي قدامنا بيقول ايه عامل اجره 300 جنيه طب هو جايب للاجره ليه هقولك ليه مش انا بقول خلي بالك انا بقول ايه لا يا جوز خاص من اجره اكتر من خمس ايام طب احنا شعرفنا الراجل ده بياخد كام في اليوم ما احنا لازم نعرف لا احنا عارفين عافين ازاي مش هو بيقولك اجره 300 جنيه في الشهر تمام والشهر فيه كم يوم 30 يوم لو قلت 300 على 30 يعني اليومية بتاعة العامل ده 10 جنيه والقانون قال ايه ما اقدر شخص ما اكتر من كام خمس ايام يبقى عشرة في خمسة بخمسين هو خصام له هنا 100 جنيه طبعا هنا الموقف بقوله غير قانوني طب غير قانوني ليه يجب او لا يجوز خصم اكتر من اجره خمس ايام في الشهر تاني لا يجوز خصم اكتر من اجره خمس ايام في الشهر خلي بالك من السؤال ده مهم جدا 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 نيجي نشوف السؤال اللي بعده قام صاحب مصنع ملابس جهزة بتشغيل العمال وقت اضافي نهاري لمواجهة متطلبات السوق في الموسم مقابل خمسة وعشرين في المية من الاجر طيب نفتكر مع بعض كده الوقت الاضافي هو يعنيه وقت اضافي اللي احنا عرفينه باللغة بتاعتنا كده الوفر تايم طب هو ايه الوقت الاضافي بص تياسيدي القانون قال حدد ساعات العمل في اليوم تمان ساعات يعني العمل المفروض يشتغل في اليوم تمان ساعات طب صاحب العمل عايز يشغله وقت الزيادة اللي هو بقى الوقت الاضافي ده عن التمن ساعات ايجا القانون قال طبي ماشي هتشغل العمل هنحدد لك الاول فيه عندنا وقت اضافي بالنهار ووقت اضافي بالليل يعني بسمي ده نهاري وبسمي دهNaلي هيفرؤهم طبعا هيفرؤهم الوقت الاضافي النهاري القانون حدده بخمسة وتلاتين في المية عن كل ساعة في الاجر بكم بخمسة وتلاتين في المية من اجر اليوم. اما الوقت الاضافي الليلي بسبعين في المية. يبقى النهاري كام خمسة وتلاتين في المية. الليلي بسبعين. طيب الرجل ده صاحب الشغل ده شغل اضطر ان هو يشغل العمال وقت اضافي عشان يواجه متطلبات السوق. والده لهم خمسة وعشرين في المية من اجرهم عشان كان بالنهار. هنقول له هنا لا يجوز او غير قانوني. الوقت الاضافي النهاري كام رفع عليكم. خمسة وتلاتين. الاجابة تبقى كده. لا يجوز او غير قانوني. الوقت الاضافي النهاري خمسة وتلاتين في المية من الاجر. طيب الموقف اللي بعد كده. تشاجر عاملا. تشاجر عاملا. باحدة المصانع. فوقع عليهم صاحب العمل الجزاء. بالخص عشر ايام لكل منهما. لسه ايلين دلوقتي حالا. بالسؤال اللي قابله. ان صاحب العمل لا يستطيع ان هو يخصم اكتر من اجرة كام. خمس ايام اكتر من اجرة خمس ايام في الشهر. تاني. لا يجوز لصاحب العمل ان هو يخصم اكتر من اجرة خمس ايام من الشهر. يبقى المواقف القانونية دي مهمة جدا جدا جدا. واحنا عاملين في النموذج ده ومن نموذج ليلة الامتحان ان شاء الله. نجمعين اكبر قدر من المواقف القانونية اللي هتفيدك في الامتحان ان شاء الله. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. اكمل العبارات الاتية. اكمل العبارات الاتية. لا يعتبر امتناع العمال عن اداء العمل اضرابا. الا اذا كان امتناع. طيب. ورقوا الم. واكتب اللي انا هقوله ده. لا يعتبر امتناع العمال عن اداء العمل اضرابا. الا اذا كان امتناع جماعي. امتناع ايه? جماعي. وبغير رضاء نقط. بغير رضاء صاحب العمل. يبقى تاني. الاجابة كالاتي. لا يعتبر امتناع العمال عن اداء العمل اضرابا. الا اذا كان امتناع جماعي وبغير بضاء صاحب العمل النقطة اللي بعد كده يحصل العامل على راحة أسبوعية راحة أسبوعية لا تقل عن نقط ساعة 24 ساعة هو أتقول له يوم هو كاتب ساعة إذا ما أقولهش لا تقل عن يوم لا عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة أكتب 6 زي يا مستر بالعربي ولا بالأرقام زي ما أنت عايز المهم تكتبها يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن نقط ساعة كاملة عن 24 ساعة كاملة بعد نقط عمل متصلة بعد 6 أيام عمل متصلة النقطة اللي بعد كده لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من نقط من كام برفع عليكم من 8 ساعات في اليوم ما ينفعش أشغال العامل أكثر من كام 8 ساعات في اليوم الواحد أو نقط ساعة في الأسبوع أو 48 ساعة في الأسبوع ثاني هقول الإجابات بتاعت السؤال اللي قدامنا دوت واكتبها بوها وألم لا يعتبر امتناع العمال عن العمل إضرابا إلا إذا كان امتناع جماعي وبغير بضاء صاحب العمل يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن لا تقل عن كام عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متكاملة رقم النقطة التالتة لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع يعتبر طفل طفل كل من بلغ نقط سنة كل من بلغ 14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ نقط سنة 18 سنة القانون حدد سن الطفل من 14 أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي والحد الأقصى 18 سنة يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن نقط سن التقاعد ما أقولش سن ستتين أقول سن لإيه سن التقاعد ما لم يكن العقد نقط المدة محدد المدة النقطة اللي بعدها لا يجوز تشغيل العاملة خلال 45 يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل العاملة خلال 45 يوم التالية للوضع تاني إجهز وحد الورق أو الألم وأقول الإجابات التانية هو الإجابات التانية قدامنا يعتبر طفل كل من بلغ 14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن التقاعد ما لم يكن العقد أدد المدة لا يجوز تشغيل العاملة خلال 45 يوم التالية للوضع طيب نشوف كده الجزء التاني آه هنا بقى كده الجزء الأولاني ده كان كل الجزء اللي يخص قانون العمل هنا الجزء التاني عندنا في الامتحان هيجي لك كده برضو هيكتب لك كده ثانيا قانون الخدمة المدنية يبقى السؤال اللي جاي ده يخص قانون الخدمة المدنية القانون رقم 81 لسنة 2016 خلي بالك من كده عشان ممكن يجيب لك مصطلح من استبعتش يقول لك هو القانون الذي أو قانون رقم 81 لسنة 2016 هقول له قانون الخدمة المدنية طيب إيه الأسئلة اللي عندنا النهاردة في قانون الخدمة المدنية نبص كده على الأسئلة بتاعتنا أول سؤال سؤال مقالي ما هي أسباب انتهاء خدمة الموظف يعني يعني الموظف هنا اللي بيخلي خدمته تنتهي أو علاقته بالشغل تنتهي تنتهي خدمة الموظف لإحدى الأسباب الآتية رقم واحد بلوغ سن الستين إن هو يوصل لسن الايه الستين طبعا بيقول لي بالمراعات أحكام قانون التأمين الاجتماع المشارع إليها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشغل الوظائف القيادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات يعني الطالب العامل الموظف اللي هيكون طلع وصل لسن الستين بس بشرط يكون في وظيفة ايه قيادية يجوز لرئيس الجمهورية إن هو يمده للخدمة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كمان عندنا الاستقالة من ضمن أسباب انتهي خدمة من الوظف الاستقالة رقم ثلاثة الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة الاحالة للمعاش او الفصل منين من الخدمة وخلي بنا كلمة بلوغ سن التقاعدة وبلوغ سن الستين اللي هو المعاش غير الاحالة للمعاش الحالة للمعاش نعقوبة يعني فقد الجنسية فقد جنسيته المصرية او انتفاق شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لبعاية الدول الاخر عندي مواصف شغال عندي كنا بنطبق مبدأ المعاملة بالمثل هناك لغوا الشرط دايب أنا كمان أغيه هنا ويفقد عمله كمان من ضمن الأسباب الانقطاع عن العمل بدون إذن خمستاشر يوم متتالية ما لم يقدم خلالها أي مستند يعني بعض المقبول أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوم غير متصلة في السنة رقم سبعة عدد يقل الخدمة صحيا يعني أصبح ما عدش قادر صحيا على أنه يمارس العمل بتاعه قال التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية الحكم عليه بعقوبة جنائية خلي بنا من السؤال ده مهم جدا وس لو إيجا في الامتحان طبعا هتقولي أنا هكتب كل ده ممكن يقولك يكتفي بخمسة أو يكتفي بستة السؤال التاني الوفاء طبعا دي حالة من ضمن الحالات الوفاء بتنتهي علاقته بالوظيفة بتاعته نبص كده على السؤال ده ده علامة صحة أو خطأ تعتبر كل مجموعة وظيفية واحدة متميزة في مجال التعيين والترقية فقط الإجابة هنا خطأ في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والأعارة تتكون كل مجموعة نوعية من مجموعة وظيفية طبعا خطأ العكس تتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعة نوعية رقم ثلاثة يجوز النقل من كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية الإجابة صحيحة خلي بالك دي أسئلة الصح والغلق في كتاب المدرسة مهمة جدا 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 لا يمكن نقل الموظف من زوء الأعاقة صح إجابة صحيحة يمكن استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف الإجابة خاطئة لا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف رقم ستة يمكن ندب الموظف لأقصر من واحدة طوال مدة الندب الإجابة خاطئة الموظف لا يتم ندبه لأقصر من واحدة طوال مدة الندب آخر نقطة عندنا تبقى وظيفة المعار خالية لمدة خمس سنوات طبعا الإجابة خطأ بتفضل خالية أو شغلة لمدة سنة واحدة فقط وبعد كده بيتم شغلها طيب احنا كده بإذن الله كده حاولنا مع بعض ان احنا نلم جزء كبير جدا من المراجعة ان شاء الله بإذن الله استنونا في حلقة مراجعة ليلة الامتحان أرجو ان انتوا تكونوا فهمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة